نفذ أهالي الأسرى في سجون الميليشيا الحوثية الانقلابية من مقاتلي محور الكتاف بصعدة نفذوا وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام المبنى المؤقت لمحافظة تعز وطالب الأهالي في الوقفة الحكومة الشرعية ودول التحالف بقيادة السعودية بإدراج ملف الأسرى والمفقودين وجثث الشهداء ضمن المفاوضات القادمة يومنا هذا وقفة احتجاجية سلمية لمناشدات المبعوث الأممي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقيادة محور كتاف ممثلة بقائدها رداد الهاشمي والحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء معين عبد الملك لإدراج ملف المعتقلين آل أبو جبارة من ضمن المفاوضات القادمة ومتابعة الإفراق عن الأسرى في المعتقلين لدى معتقلات الحوتيين واختراق القثة التي سقطت منذ سنة ونصف في محور كتاف آل أبو جبارة هذا نحن نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية الوقوف إلى جانب أهالي مفقودي كتاف وادي آل أبو جبارة ترجمة نانسي قنقر